اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر ابتدينا نتكلم عن مضادات التجلط وعملنا الحلقة الاولى اتكلمنا فيها عن ازاي الجلطة بتتكون من الاساس وتكلمنا عن بعض تحاليل السيولة وتكلمنا عن دواعي استعمال مضادات التجلط وابتدينا نتكلم فيها عن الادوية نفسها مضادات التجلط اتكلمنا فيها هناك عن الهيبرين انفركشنيتد هيبرين واللوم ولوخ لارويت هيبرين بعد كده عملنا الحلقة التانية وتكلمنا فيها عن الورفرين او الماريفان وبعدين عملنا الحلقة التالتة عن مضادات التجلط الجديدة اللي هي نيو اورال انتيكواجيولنس وهسيب لك الروابط بتاعتهم تحت والنهاردة هنتكلم شوية عن الكنينيكل او التطبيق او ازاي نختار النوع المناسب لكل مريض وازاي ننقل من نوع لنوع لو احتاجنا ونعمل ايه لو العيان هيدخل عمليات مثلا وهو ماشي على مضادات التجلط هنوقفها ولا مش هنوقفها ولا هنوقف امتى بالزبط وما تنساش في البداية اعمل اللي لايك للفيديو في البداية احب اقولك ان المعلومات او الحاجات اللي انا هقولها هنا هي موجودة في التلات فيديوهات اللي انا قلتلك عليهم في البداية بس يعتبر هنجمعهم كده مع بعض ازاي تختار مضاد التجلط المناسب للعيان بتاعك هتديك مثال في الاول كده نفرض ان انت عندك عيان كويس ما عندوش مشكلة في وظائف الكلى ولا وظائف الكبد ولا عنده مرض مزمن ولا ماشي على ادوية مزمنة وبعدين مثلا جاله كورونا او كوفيد وحالته كانت سيئة ومحتاج اكسجين وهكذا فالبروتوكول في الحالة دي بيقول انه يحتاج مضادات تجلط تدي له اي نوع من مضادات التجلط بقى المثال اللي انا بكلمك عليه اللي هو وظائف الكلى بتاعته تمام ووظائف الكبد تمام ومعندوش امراض مزمنة ومعندوش مشاكل تانية في القلب مثلا ولا اي حاجة يعتبر كل الاختيارات قدامك مفتوحة تقدر تدي له هبرين وممكن تدي له وارفرين وممكن تدي له ادوية من الادوية الجديدة اللي هي نيو اورال انتيكواجولانس زي مثلا ريفروكسبان او ايبكسبان كل الاختيارات قدامك متاحة فانت في الوقت ده هتفضل على حسب الادوية نفسها الافضل انه افضل في دول ولو سألتني او سألت اي حد دلوقتي هيقول لك ان مضادات التجلط في الحالة دي نيو اورال انتيكواجولانس زي الايبكسبان مثلا او الريفروكسبان فلو عيان كويس زي ما قلتلك واموره كلها تمام ينفع تدي له اي نوع لكن انا عن نفسي وغيري طبعا هيفضل الادوية الجديدة دي دي في حالة الوقاية وكذلك في حالة العلاج لو نفس العيان جالوا مثلا جلطات في الساق او جالوا انصمام رئوي او بالموناري امبلزم او جلطات في الرئة يعني برضو الافضل ليه في الحالة دي هي الديريكت اورال انتيكواجولانس ولو انه كلهم ينفعوا لانه ما عندوش موانع استعمال من نوع معين بس انت هتختار الاحسن فيهم بقى وانحنا قلنا ان الادوية الجديدة دي لها مميزات كتير زي ما قلنا في الحلقة التالتة تقدر تشوفها يبقى خلاصة الموضوع ده لو عيان ما عندوش اي مشاكل تانية تقدر تستخدم اي نوع لكن الافضل سواء في حالة الوقاية من الجلطات او علاج الجلطات او كان هو عندو عنده رجفان اوزيني لكن مفيش مشاكل في صمامات القلب في بعض الحالات يحتاج مضادات تجلط في الحالة دي هنديله نيو اورال انتيكو اجلانس اللي هي مضادات التجلط الجديدة يعتبر الاختيار الافضل في الحالات دي لكن في حالات اخرى هي ترغمك او تجبرك على اختيار نوع معين من مضادات التجلط وقبل ما نبدأ فيهم عايز اعرف القاعدة بس تانية كده ان الهيبرين سواء او مش بنمشي عليه فترة طويلة يعني نفرض ان عيان هياخد ست شهور او هياخد سنة او عيان هياخد طول العمر مش هينفع ياخد حقا او طول العمر فلازم ياخد اورال سواء بقى ياخد ماريفان او وارفرين او ياخد ادوية من الادوية الجديدة على حسب الحالة يعني وتعالى بقى نتكلم عن بعض الحالات الخاصة واللي بترغمك على اختيار نوع محدد من مضادات التجلط مثلا عيان عنده يعني عنده تدهور في وظائف الكلا بشكل شديد الكرياتينين كيليرانس بتاعه اقل من 15 مثلا في الحالة دي مش هتنفع معاه الادوية الجديدة اللي هي وفي الحالة دي اللي هينفع معاه يا اما انفركشنيتد هيبرين او الماريفان اللي هو وارفرين اما اللوملوكولارويت هيبرين مش هينفع نيو اورال انتيكواجلانس مش هتنفع الحالة التانية لو عيان برضو عنده سيفير هيباتيك امبيرمنت فشل شديد في وظائف الكبد في الحالة دي برضو مش هينفع نديله نيو اورال انتيكواجلانس لكن ينفع نديله ماريفان او وارفرين وإلى حد ما ينفع نديله هيبرين سواء انفركشنيتد هيبرين او المالوكولارويت هيبرين الحالة التالتة عيان مركب ميكانيكال بروسيتيك فالف يعني مركب صمام صناعي في القلب فمضاد التجلط رقم واحد في الحالة دي هو الوارفرين طبعا الماريفان وطبعا في بداية استخدامه في الحالة دي بندي معاه هيبرين سواء انفركشنيتد هيبرين او لومولوكولارويت هيبرين اما الادوية الجديدة نيو اورال انتيكواجلانس لم يتم التصريح بيها حتى الان وبعضهم فشل كمان ما ينفعش في الحالة دي يبقى صمام صناعي لازم ماريفان او وارفرين الحالة الرابعة لو عيان عنده فالفولار اي اف يعني عنده رجفان اوزيني بس مشكلة ما في صمامات القلب موجودة مايتر الاستنوزيس مايتر الرجيرش اي مشكلة من مشاكل الصمامات مع الا اف او هي سبب الا اف في الحالة دي برضو لازم العيان ده ياخد ماريفان او وارفرين وما ينفعش نديله في الحالة دي مضادات التجلط الجديدة نيو اورال انتيكواجلانس ولو ان الدراسات شغالة دلوقتي وبدأت تثبت كفائتها في بعض الحالات لكن انا بقولك القاعدة العامة دلوقتي هي انه اللي لازم يتاخد هو الماريفان او الوارفرين الحالة الخامسة لو عيان عنده كانسر او سرطان الاختيار الامثل في الحالة دي هو زي الكليكسان مثلا ولو ان برضو الادوية الجديدة شغالين عليها دلوقتي في الدراسات وبتدي برضو نتايج مبشرة وان شاء الله مع المستقبل يمكن تدخل في الحالات اللي زي دي الحالة السادسة لو طفل ومحتاج انتيكواجلشن لأي سبب محتاج مضادات للتجلط لأي سبب في الحالة دي برضو اللي ينفع معاه الهيبرين بانواعه انفركشنيتد هيبرين لومولوفلر ويت هيبرين والوارفرين او الماريفان اما الادوية الجديدة نيو اورال انتيكواجلنس لم يتم اسبات كفائتها وامانها حتى الان في الاطفال والدراسات شغالة وانا اتوقع برضو ان شاء الله انها ممكن تثبت كفائتها في الحالات دي الحالة السابعة لو سيدة حامل ومحتاجها مضادات تجلط فاحسن اختيارات ليها هي الهيبرين بانواعها انفركشنيتد هيبرين او لومولوك لارويت هيبرين اما النيو اورال انتيكواجلنس او مضادات التجلط الجديدة ما تنفعش عشان الدراسات لم تكتمل عليها ومش عارفين كمان الورفرن او الماريفان ما ينفعش لان هو تيراتوجينيك ممكن يعمل عيوب خلقية في الطفل وممكن يؤدي الى وفاة الطفل ومشاكل كبيرة جدا جدا فلا يستخدم في الحمل الا في حالة الميكانيكال بروستيك فالف لو الام دي مركبة صمام صناعي في القلب وبنبقى في الحالة دي بنده اللي هو المنفع منه اكتر من الضرر منه ولو قررنا نده بنده بعد اول ثلاث شهور من الحمل ونوقفه قبل الولادة بحوالي اربع اسابيع يعني في الاول ندي هبارين وبعدين ندي الماريفان وبعدين ندي في الاخر خالص الهبارين الحالة التمنى في الرضاعة لو سيدة بتردع ومحتاجة مضادات تجلط ممكن ندي هبارين بانواع وممكن في الحالة دي ندي ماريفان او وارفرين لكن الادوية الجديدة برضو لم تدرس بشكل كافي حتى الان واعتقد مع الوقت انه ممكن يسمحوا بيها سواء في الحمل او في الرضاعة الحالة التسعة لو عيان عنده مشاكل نزفية من الجهاز الهضمي يعني عيان معروف انه عنده مشكلة في الجهاز الهضمي وبينزف سواء بقى دوالي مريه عنده كرح بتنزف عنده أو قولون تقروح اي مشكلة كده نزفية من الجهاز الهضمي فلو محتاج مضادات للتجلط يفضل ان انا ابعد عن الادوية الجديدة اللي هي نيو اورال انتكواجلانس لان هي الى حد ما بتزود النزف ده شوية ممكن ادي الوارفرين او الماريفان او الهبارين بانواعه او لو هستخدم نيو اورال انتكواجلانس استخدم تركيزات اقل او استخدم الابكسبان الرسك بتاعه في الجي اي بليدنج يعتبر زيه زي الماريفان الحالة العاشرة عيان ممكن ينسى جرعات يعني ممكن يوم يعد عليه ينسى ياخد الدواء في الحالة دي ما ينفعش اديله الادوية الجديدة نيو اورال انتكواجلانس ما ينفعش لان زي ما قلنا ان هي قصيرة المفعول ولو العيان نسي ياخد جرعة يعتبر اصبح في عرضة للجلطات في الوقت ده فعشان كده نديله الماريفان الماريفان او الورفرين بيكون ممتد المفعول فلو نسي يوم ولا حاجة ده مش بيعرضوا للجلطات بشكل كبير الحالة الحداشر لو عيان مش هيعمل تحاليل بعد كده ولا هيتابع ولا هيعمل في الحالة دي نديله ياما لومولوكلا رويت هيبرين لانه مش بيحتاج في معظم الحالات او ممكن نديله اللي هما الابكسبان والريفراكسبان والحاجات دي لانه هما برضو مش بيحتاجوا لكن ما ينفعش نديله ولا ينفع نديله ماريفان لان الحاجات دي لازم فيها او مراقبة مستواهم وتأثيرهم باستمرار الحالة الاثناشر لو عيانة مثلا عندها وطبعا دي حالة ممكن تعمل جلطات وممكن الموضوع يزيد في الحمل وممكن يعمل اجهاد متكرر وحاجات زي كده فالاختيار الامثل لها هو الوارفرين او الماريفان الكلام ده لو هي مش حامل اما لو اصبحت حامل فنديها لو مولوكلا رويت هيبرين او انفروكشنيتت هيبرين اثناء الحمل وما ينفعش حاليا ان احنا نديها نيو اورال انتيكو اجولانتس مضادات التجلط الجديدة لان هي لم تثبت برضو حتى الان في هذه الحالة معلومة اخيرة عايز اقولها ان النيو اورال انتيكو اجولانتس مضادات التجلط الجديدة عشان فويدها ومميزاتها دلوقتي بيحاولوا يدخلوها في تقريبا معظم الحالات اللي انا قلتها لكن الدراسات لم تكتمل ولما يظهر حاجة جديدة ان شاء الله او يتم اسبتها في حالة جديدة نبقى نقولها ان شاء الله بالنسبة للجرعات لو عايز تعرف جرعات اي دوة وارفرين او ايبكسبان او ريفركسبان او كده فشوف الحلقات اللي فاتت انا قلت الجرعات بالشكل سريع كده او لو عايز الجرعات بالشكل مفصل يبقى على موقع ميدسكيب هسيب لك الرابط بتاعه برضو تحت وهقول لك ازاي تعرف من عليه الجرعات زي كده ميدسكيب ده موقع بتيجي تكتب في العنوان وحسيب لك الرابط بتاعه تحت او تنزل بتاعه لابليكيشن على الموبايل تقدر تنزله فهتيجي في خانة البحس هنا وتكتب الدوة اللي انت عايز تعرف جرعاته وليكن ايبكسبان وطبعا لازم يكون بتاعه صح الحروف مزبوطة هيجي لك اختيارات كده هتختار الاختيار اللي فيه لانه هو فيه مقالات وحاجات تانية احنا هنتكلم هنا عن الدوة فالاختيار اللي فيه او الجرعات بنضغط عليه بيجي لك بالشكل ده اولا بيقول لك ان فيه منه تابلت بتركيز اتنين ونص وتركيز خمسة ميلي جرام والجرعات بتاعته في حالة هنا لو عايز تعرف لو فيه استخدام للبيدياترك بس هو هنا طبعا مفيش استخدام هنيجي على الادلت بيقول لك في حالة حالة الوجغاية من الجلطات في عيان عنده او رجفين اوزيني بتدي خمسة ميلي جرام يعني مرتين في اليوم وبعدين هنا في حالة اللي بيحصل بقى لو العيان عنده مشاكل في وظائف الكلا في حالة اذا كان تدهور وظائف الكلا نستخدم الايبكسبان عادي لكن اذا كان اكتر من واحد ونص فبيقول لك نقلل الجرعة الى اتنين ونص ميلي جرام بي اي دي مرتين في اليوم ولو العيان عنده واحد من الاتنين الجايين دول برضو نخلي الجرعة اتنين ونص مرتين في اليوم لو كان عمره اكتر من ثمانين سنة او كان وزنه اقل من ستين كيلو جرام في حالة اللي هو على عيان بيغسل كلا فاحنا ندي خمسة ميلي جرام مرتين في اليوم ممكن نقلل الجرعة اتنين ونص مرتين في اليوم لو برضو سنه اكتر من ثمانين سنة او وزنه اقل من ستين كيلو مثلا في حالة عيان هنديله جرعة وقائية عشان عمل عملية مثلا تغيير مفصل الركبة او تغيير مفصل الفخز مثلا فبيقولك ان احنا نبدأ اتنين ونصف ميلي جرام بعد العملية باثنشر لاربعة وعشرين ساعة بعد كده لو هو عامل عملية تغيير مفصل الفخز هنديله اتنين ونصف ميلي جرام برقورل عن طريق الفم يعني يعني مروتين في اليوم لمدة خمسة وتلاتين يوم اما لو كان عامل يعني مغير مفصل الركبة هنديله اتنين ونصف ميلي جرام بررتين في اليوم برضو لمدة اتناشر يوم بس في حالة يعني لو وظائف الكلا متدهورة شوية ما بنزبطش الجرعات لكنه لم يتم دراسته في هذه الحالة على الناس اللي على على غسيل كلاوي او الناس اللي الكرياتين بتاعهم اقل من خمستاشر ميلي وهكزا حالة مسلا حالة العلاج بقى بني الدكان عشرة ميلي جرام بالفم مرتين في اليوم لمدة سبعة ايام بعد كده خمسة ميلي جرام مرتين في اليوم وهكزا تقدر تشوف كل الجرعات بكل التفاصيل زي ما قلتلك ولو عايز تشوف بعد كده مع الادوية التانية كل المعلومات عن الدواء تقريبا هتلاقيها هنا ان شاء الله وفي مواقع تانية طبعا الموقع اللي انت تحبه اشتغل به لكن من المواقع المميزة جدا لو عيان ماشي على مضادات تجلط من نوع معين وعايز تغيره من نوع لنوع لاي سبب نفرض مثلا عيان من زمان وكان ماشي على ماريفان ودلوقتي عرفنا بقى وعايزين نغيره ونخليه ياخد زي طالما ما عندوش مانع ليهم يعني نعمل الكلام ده ازاي لو العيان هينقل من ل بنبطل ونشوف اول ما ينزل عن اتنين نبدأ ندي بالجرعات بتاعتها عادي العيان لو ماشي على unfractionated hebarin في المستشفى مثلا وبياخد infusion ive وعايزين ننقله على new oral anticoagulans يبقى بعد ما نوقف الانفوجن بساعتين اتنين نبدأ معا new oral anticoagulans عيان ماشي على loomulichlerwet hebarin وعايز ننقله برضو على الأدوية الجديدة new oral anticoagulans يبقى في معاد الحقنة او الجرعة الجديدة من اللomulichlerwet hebarin يعني مثلا العيان كان بياخد كلكسان كل 24 ساعة الساعة 9 الصبح بياخد مثلا يبقى في معادة جرعة الجديدة بدل ما اديله كلكسان ابدأ اديله اللي انا اخترته زي ريفروكسبان او ايبكسبان او غيره طيب العكس لو انا عايز انقل من الادوية الجديدة للورفرين او الماريفان في الحالة دي ما ينفعش بطل الادوية الجديدة دي غير لما ال INR يوصل من اتنين لتلاتة زيه زي الهيبرين كده لان الماريفان او الورفرين زي ما احنا عارفين بطيق على ما يشتغل ويدي تأثيره بياخد ايام فلازم في الفترة دي افضل مكمل بالنيو اورال انتيكواجلات طب لو العيان بياخد مضادات التجلط الجديدة وعايز انقلوا على UNFRACTIONATED HEBERIN او LOMOLECULAR WHEBERIN في الحالة دي بنتدي UNFRACTIONATED HEBERIN او الكليكسان LOMOLECULAR WHEBERIN في معاد الجرعة المتوقعة عادي جدا يعني مثلا لو عيان كان بياخد إبكسابان مرتين في اليوم تسعة الصبح وتسعة بالليل فاخد تسعة الصبح فياجي تسعة بالليل ادي له الهيبرين سواء كان UNFRACTIONATED HEBERIN او له ملوك لأروية هيبرين كذلك الامر لو عايز انقل من نوع من الادوية الجديدة دي نيو اورال انتيكواجلات لنوع تاني من نفس المجموعة نيو اورال انتيكواجلات يعني مثلا العيان بياخد إبكسابان وعايز اغيره اخليه ياخد فمثلا برضو بياخد إبكسابان تسعة الصبح وتسعة بالليل خد جرع التسعة الصبح وعايز ادي إبكسابان قدي تسعة بالليل بقى في معادل جرع المتوقعة اللي كانت مخطط لها يعني واخيرا دلوقتي لو عيان ماشي على مضادات تجلط وهيدخل عمليات لأي سبب نعمل ايه بقاه في مضادات التجلط دي نوقفها ولا نكملها ولا نعمل ايه بالزبط طبعا الموضوع ده اصلا معقد شوية وفيه تفاصيل كتير قوي نقعد نحسب نشوف يعني مين فيهم اخطر على العيان من التاني ونشوف كمان مثلا لو عيان عنده جلطة في يفضل ان احنا ما ندخلوش عمليات قبل 3 شهور يعني لو عملية نقدر نأجلها نأجلها لانه اول 3 شهور بيبقى عنده قابلية للجلطات اكتر لكن الخلاصة يعني لو عيان ماشي على مضادات تجلط وهيدخل عمليات لاي سبب اول حاجة لو العيان كان بياخد وارفرن او ماريفان لو كان التدخل بسيط مثلا هيخلع سنة هيحقن حاجة في المفصل تدخلات بسيطة ممكن نتحكم في النسف بتاعها بحاجات موضعية ممكن ما نوقفش الماريفان او وارفرن ونكمل عادي اما لو كانت عمليات كبرى بقى وفيها نسفة وكده فلازم اوقف الماريفان خمسة ايام قبل العملية وبعد يومين من وقف الماريفان لازم ادي العيان بتاعي هيبرين سواء كان انفركشنيتد هيبرين او لو ملوك لارويت هيبرين ودول اوقفهم قبل العملية الانفركشنيتد هيبرين بيقف قبل العملية بست ساعات لاثناشر ساعة اما لو ملوك لارويت هيبرين بيقف قبل العمليات الكبيرة دي ب24 ساعة وبعد ما يخلص العملية نشوف برضو امكانية النسف لو انا مش خايف او من النسف اكمل بعد العملية ب24 ساعة اما لو انا خايف من النسف الشديد يبقى اكمل بعد العملية ب72 ساعة اكمل هيبرين في الاول سواء كان انفركشنيتد هيبرين او لو ملوك لارويت هيبرين بعد فترة ممكن انقله تاني على ماريفان او وارفرن بعد استقرار الحالة اما لو من الاساس العيان كان ماشي على مضادات التجلط الجديدة دي بقى فدي قلناها في الحلقة اللي فاتت لو تدخل بسيط ممكن ما نوقفش برضو اما لو عملية كبرى فبنوقف قبل العملية ب48 ساعة ونرجع نكمل بعد العملية ب48 ساعة دي في معظم الحالات الكبرى يعني طبعا في تفاصيل كتيرة في الموضوع وحسيب لك روابط كتير تحت تقدر تشوفها وفي النهاية بقى احب اشكركم وما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير شكرا لحضرتكم